أنتقل بك إلى الأردن إلى البلد الذي تنتمي إليه هذا الحضور في الأردن الحضور المسيحي بماذا يتميز إذا كان هناك تميز عما هو موجود في باقي الدول العربية الأردن يعني هناك معادلة جميلة جدا قد لا يقبلها البعض وقد لا يصدقونها أن المسيحيين في الأردن اليوم لا يتجاوزون 2% من السكان ولكن الاقتصاد الأردني مدار 30% منه بأيدي المسيحيين الذين يملكون البنوك أو الشركات أو الاستثمارات الكبيرة هذا الحضور المسيحي المشرف قد جعل منه يتجاوز النسبة الرقمية والعددية نسبة إلى السكان الآخرين لكن لدينا أيضا المؤسسات التي تدار بأيدي الكنائس المسيحية في الأردن منذ نهاية القرن التاسع عشر فتحت مدارس على سبيل المثال وهناك جامعات وهناك معاهد وهناك مستشفيات الجميل في المؤسسات الأردنية المسيحية أنها ليست محصورة الحضور بالمسيحيين فقط المدرسة المدارس المسيحيين في الأردن وعددها أكثر من 60 مدرسة 70% من الطلاب قبل أن نتحدث عن عدد المعلمين هم مسلمون وهذا إسهام حضاري نحن لا نعمل مؤسسة مسيحية من أجل المسيحي وإنما نخدم المجتمع تربويا ولكم أن تسألوا في الشارع خرجين المدارس الخاصة المسيحية في الأردن كم هو عالي جدا مستوى الثقافة مستوى التعليم ومستوى الشخصية التي تنتج من هذه المدارس للمجتمع ليست شخصية منغلقة وليست متعصبة التعصب قد يأتي في المدارس التي لا يكون هناك فيها هذه التعددية الدينية الراقية المسيحيون في الأردن قد خلقوا هذه الأجواء الانفتاحية في الأردن والثقافية وهناك العديد من الشخصيات العامة التي تخرجت من مدارسنا المسيحية في الأردن هذا شرف كبير لمدارسنا أن تخرج هذه الشخصيات التي أدارت البلاد إن كان سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا وفكريا المسيحي دائما بحالة انفتاح دائم على التعاون مع كل أطياف المجتمع في سبيل خدمة مجتمعه ترجمة نانسي قنقر